ليس التوحيد ما يقوله علماء الكلام والمنطق أن التوحيد هو إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإيمات والتدبير هذا توحيد ربوبية وهذا ليس هو المطلوب هذا يقر به العالم حتى المشركون يقرون أن الله هو الخالق الرازق المدبر قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله المشركون يقولون الله اللي يعملها الأعمال هذه هو الله لا أحد يشاركه فيها ومع هذا هم مشركون مشركون في العبادة هم موحدون في الربوبية ولكن هم مشركون في العبادة فيعبدون مع الله غيره هذا هو الذي بعث الله الرسل للنهي عنه الرسل ما قالوا للناس أقروا لله لأنه هو الخالق الرازق هم يقرون بهذا بلا طلب وإنما يقولون لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا الذي بعث الله به الرسل وهذا هو التوحيد المطلوب هو التوحيد المطلوب أما لو أقر بتوحيد الربوبية فقط لم ينفعه ذلك لا ما نفع المشركين يقرهم بتوحيد الربوبية ولا نفعهم حتى يقر بتوحيد الألوهي وهو عبادة الله ونحنه لا شريك له